لا تزال السرواح بؤرة ملتهبة وزاحة مفتوحة للمواجهات فالمنطقة التي تقع في خاصرة مأرب اهم مراكز السيطرة والتحكم بالنسبة للجيش الوطني بدت عصية عن الحسم وفي ذلك اسباب كثيرة اهمها الطبيعة الجغرافية الصعبة للمنطقة التي اضفت مزيدا من التعقيدات على ظروف المعركة بالاضافة الى الاستماتة الكبيرة التي تبديها الميليشيا لابقاء خطرها متاخما لاهم مناطق الشرعية واكثرها تحصينا اما جديد اليوم في هذه الجبهة فقد سقط نحو ثمانية عشر قتيلا من عناصر الميليشيا بالاضافة الى اصابة العشرات في غارات للتحالف وبحسب مصادر عسكرية فان الغارات استهدفت تعزيزات للميليشيا كانت قادمة من بني حجيش في صنعاء الى منطقة الملتقي في صرواح وليس ببعيد عن صرواح تشهد محافظة شبوة اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والميليشيا في العديد من المواقع وبحسب مصادر عسكرية فقد قتل ثلاثة من عناصر الميليشيا اثر هجوم نفذته قوات الجيش الوطني على مواقعهم في منطقة طوال السادة بمديرية عسيلان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة